السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة انتكامل والتقني. ان شاء الله النهاردة هقول لكم ازاي تحزف حسابك على طبيل انستجرام بشكل انهائي. تمام? بعد التحديث الاخير لعام الفين تلاتة وعشرين. لكن قبل ما ابدأ الشرح لو انت اول مرة بتتبعني ما تنساش تضغط على كلمة الاشتراك الموجودة اسفل الفيديو. وتفعل الجراز على الكل علشان اولا ما اعمل اي فيديو وصل لكم اشعار بيت. طيب دلوقتي بقى هقول لكم ازاي تحزف حسابك على طبيق الانستجرام بعد التحديث الاخير لعام الفين تلاتة وعشرين. طيب اول حاجة طبعا لازم تكون متصل بالانترنت تمام? بعد كده هتفتح طبيق الانستجرام بالشكل ده. بعد كده هتلغط على صورة حسابك الشخصي على الانستجرام اللي هي موجودة في اسفل الشاشة هناك للشمال بالشكل ده. بعد كده هتلغط على الترس شرط اللي هم في اعلى الشاشة نحت الشمال بالشكل ده. بعد كده هتلغط على الاعدادات بالشكل ده. بعد كده هتلغط على مساعدة بالشكل ده كده. بعد كده هتلغط على مركز المساعدة بالشكل ده. بعد كده هتلغط على الترس شرط اللي هم في اعلى الشاشة نحت اليمين بالشكل ده. بعد كده هتلغط على ادارة حسابك بالشكل ده كده. بعد كده هتضغط على حسف حسابك بالشكل ده. بعد كده هتختار حسف حسابك على الانستجرام بالشكل ده كده. بعد كده هتضغط على الغاء بالشكل ده. بعد كده هتضغط على اندرويد اي بي بي هيلب بالشكل ده كده. بعد كده هتختار موبايل براوزر هيلب بالشكل ده. بعد كده هتنزل للاسفل عند الاخترار اللي هو دليت يور اكونت بالشكل ده كده. بعد كده هتليه بقول لك هنا هو لماذا تريد وحاسف حسابك. هتليه كاتب لك اسم حسابك على انستجرام وجنبها لماذا تريد وحاسف. كل انت هتعمله هتضغط على علامة السهم الصور بالشكل ده كده. وهتبدأ تختار اي اخترار من دول. على سبيل المثال هبدأ اختار اول اخترار اللي هو لا يمكن العصور على اشخاص لمتابعتهم بالشكل ده كده. تمام? بعد كده هتكتب كلمة المرور الخاصة بحسابك على الانستجرام. على سبيل المثال هبدأ اكتب اي كلمة مرور بالشكل ده. وبعد ما هتكتب كلمة المرور الخاصة بحسابك على طبيل الانستجرام. هتنزل الاسفل وتضغط على كلمة حسف اللي هي بجانب اسم حسابك اللي هي داخل المربع الازرة او المستطيل الازرة. وهتضغط عليها بالشكل ده كده. بعد كده بقول لك انهوت هل تريدوا بالتأكيد حسف حسابك هتضغط على موافق. تمام? وبالطرقة ديت هيتم حسف حسابك بشكل نهائي على تطبيق الانستجرام بعد التحديث الاخير لعام الفين تلاتة وعشرين. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازعجبك الفيديو اضغط لايك. وما تنسوش واشتراك في القناة حسين شجعونا اللي هنعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.